بلد الزيتون سنعود إلى عفرين وسأحمل كيس تسولي على كتفي أربعة متوالية من أيام الأربعاء وأجول به في شوارعها وأزقتها لأجل اليتامة وسأتوجه لجبل بلبل وأقيم صلاة الفجر لأهور مزدة نعم سنعود لبلاد الزيتون والحياة فنحن الكرد منذ الأزل باعثوا الحياة بينما كانت الطائرات تحلق في سماء عفرين كان يشعر بملحمة ستقع هناك ويعتقد بأن الجرح سيكون عميقا لذا أطلق اسم الجرح والملحمة على كتابه الذي تدور أحداثه حول عفرين مروان بركات هو الكاتب والمؤرخ الكرد الوحيد الذي لا يزال يعيش في عفرين فهو يسكن في أحدى قرى الشيراوة في المنطقة الفاصلة بين مناطق سيطرة الحكومة السورية وفصائل المعارضة المسلحة المدعومة تركيا ما حدث في عفرين لا قصائد ولا روايات أو ملاحمة أو قصصة أو أي إمكانية كتابية لن تستطيع أن تفيه حق سرده ذلك الألم لن تفيه أي كلمات حتى لو كتبت بكل لغات العالم يبلغ الرابعة والستين من عمره لكنه قضى أكثر من نصف ذلك في خدمة المكتبة الكردية جاء من عفرين ليشارك في معرض الكتاب الرابع في قامشلو عندما كانت الطائرات تقصف بالقرب من قرية فتحت الأبواب والشبابيك في المنزل وكدت أفقد نتاج سنوات من كتاباتي حيث سقط حاسوب أرضا نعم ما حدث في عفرين ولا يزال يحدث لم يشهده أي مكان في العالم يلتقي مروان بركات هنا في حديقة القراءة مع زملائه الكتاب ويناقش معهم سبل تطوير الأدب الكردي له 53 مؤلفا في مجالات القصة الرواية والشعر باللغتين الكردية والعربية طفل بعمر سنتين فارق الحياة بين قريتين براد وكيمار وفي وقت متأخر من الليل قمنا بمواراته الثارة قرب تلة صغيرة ذلك المشهد لا يفارق ذاكرتي ما حدث حقيقة وليس قصصا من الخيال لذا قمت بتوثيق كل ذلك وسيتم طابعه قريبا بعد اندلاع الحرب في سوريا وتوفر الفرصة للكرد لنشر الكتب باللغة الكردية الأم تم اطباعة 250 كتابا بينها 38 كتابا في السنة الأخيرة من جانب آخر ذهبت جائزة اتحاد مثقفي غرب كردستان للإبداع للعام 2020 مناصفة للكاتبين الكرديين ضحام عبد الفتاح ومروان بركات الذي هو بدوره تبرع بجائزته للنازحين بيفيان فتاح رضاو قامشلو